هذه النافذة هنا في جدة بكل تأكيد هذه القمة قمة جدة للأمن والتنمية ربما كان هذا الموضوع العريض لهذه القمة هو المسيطر على الكلمات التي سمعناها قبل قليل ربما أيضا نقترب أكثر حول تفاصيل هذه القمة مع موفدنا جو تابت جو ربما ما كان بالتكهن يوم أمس اليوم أصبح واقعا من خلال كلمات رؤساء الدول طبعا يمكن اختصار كل الكلمات بعنوان واحد وهو عنوان القمة هي قمة الأمن والتنمية في الواقع ثمت مشاركة أو ثمت قناعة مشتركة بين الدول الخليجية والدول العربية تمثلت بشكل واضح في كلمة ولي عهد السعودي وأيضا الرئيس المصري وأيضا الرئيس جو بايدن في ضرورة العمل بشكل مشترك لمواجهة المخاطر الإقليمية والمخاطر التي تهدد المنطقة وتحديدا من بعض الدول التي ترعى الإرهاب أو تمول الميليشيات الإرهابية في المنطقة والجميع يعلم من كانوا يقصدون هنا إلى جانب هذا أيضا ثمت قناعة مشتركة بأهمية أو بأهمية الجغرافية والاستراتيجية التي تمثلها هذه المنطقة لناحية إمدادات الطاقة وإمدادات الغذاء الرئيس جو بايدن قالها بشكل واضح علينا الحفاظ على مضيق هرمز وباب المندب إذن هناك اهتمام مشترك لدى كل دول الأعضاء بموضوع الطاقة وأيضا كلمة الولي العاد السعودي بزيادة إنتاج النفط هذا أمر في الواقع سيسر القيادة الأمريكية لأنها تعتبر أحد أهم العناصر التي ينبغي تحقيقها من وراء هذه القمة وهو محاولة تخفيض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة بشكل خاص إذن يمكن القول بأن ثم التوافق وعودة أمريكية واضحة إلى المنطقة الرئيس بايدن أكد بأن الدور الأمريكي هو دور ديبلوماسي لن تكون هناك حروب أخرى تشارك فيها القوات الأمريكية هذه كلها رسائل في الوقت نفسه تؤكد على قوة ردع وأيضاً تؤكد على رسالة ديبلوماسية بأن الجميع منفتح للديبلوماسية مع طهران بشكل خاص كما قال وليل أهد السعودي معتبراً أن إيران هي جارة للخليج وعليها أن توقف تدخلها في الدول الخليجية إذن هذه ربما التفاصيل الدقيقة التي كانت حاضرة قبل قليل في كلمات رأسى الدول في قمة جدة للأمن والتنمية نقترب أكثر معظيفي هنا في السوديو الكاتب والباحث السياسي السيد صالح الزهراني سيد صالح يعني ربما منذ أن وضع هذا العنوان لهذه القمة قمة جدة للأمن والتنمية كان واضحاً الاستشراف وقراءة هذه الكلمات التي تليت قبل قليل من قبل قادة الدول حول محوري الأمن والتنمية بالمنطقة الحقيقة جميع القادة أنا استمعت إلى الكلمات أكدوا على أمور يعني غايف الأهمية أولاً أهمية المنطقة الاستراتيجية لضمان الطاقة وضمان الأمن الغذائي سواء من ناحية الموقع الجغرافي مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس وغيرها والمنطقة هي قلب العالم القديم كما يسمى وتعتبر شرياناً للطاقة وشرياناً للأمن الغذائي في نفس الوقت أكدوا أيضاً على أهمية التنمية وأنه لا تنمية في ظل انعدام الأمن وسمعنا طبعاً عن يعني الخط الديمقراطي للرئيس الأمريكي الذي يتفاخر بأنه أول رئيس منذ 11 سبتمبر يأتي إلى المنطقة والجيش الأمريكي غير موجود وليس هناك حرب وإن كنا نحن في المنطقة قلقون من مسألة هيمنة إيران وتواجدها مثلاً في العراق تواجدها في لبنان ما يحدث أيضاً في سوريا إلى الآن لم تتم تسويته اليمن كذلك إلا أن الدبلوماسية بين قوسين البايدنية فيما يبدو أنها تغلب المفاوضات ومحاولة إطفاء الحرائق حتى وإن كان يعني الرماد تحته جذوى بالتدخلات الإيرانية السافرة في المنطقة أيضاً ركزوا جميعاً على مسألة القضية الفلسطينية الرئيس فخامة الرئيس المصري يعني تحدث بإسهاب عن هذا الموضوع وأن هذا الصراع القديم لابد يعني من إيجاد تسوية له الجميع أقصد القادة العرب مجمعون على أنه لابد من حل الدولتين وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لأنه أهم عائق في المنطقة وأهم ذريعة أيضاً لتواجد حتى بعض المنظمات الإرهابية أو حتى التدخلات الإيرانية التي ترفع شعار القدس وبينما لم تطلق الحقيقة رصاصة واحدة على إسرائيل سيد صالح في كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل قليل يتحدث من أنه هناك تحديات كبرى تواجه المنطقة ثم فند ذلك بالتحديات الأمنية تحديات الاقتصادية تحديات سلاسل الإمداد تحديات الطاقة موضيع كبيرة تهم الطاقة بالتالي يجب أن تتضافر جهود هذه الدول مع الشركاء في المنطقة لإحلال الأمن والسلم في المنطقة نعم صحيح يعني العالم كله ليس فقط منطقتنا أو منطقة الشرق الأوسط العالم كله الآن يعاني من أزمة الطاقة وأزمة الغذاء والدافع طبعا السبب الرئيس كما تعلم هو الحرب الروسية الأوكرانية حيث أن 35% تقريبا من الحبوب تأتي من هذه المنطقة سلامة المنافذ البحرية هذا أكبر تحدي يتعرض له العالم كله الآن أوروبا تعاني أمريكا تعاني دول الشرق الأوسط تعاني التحدي الآخر هو الطاقة ارتفاع أسعار النفط إلى هذه الأسعار يعني 120 دولار قارب تقريبا هذه أيضا يعني أثقلت كاهل الدول العربية التي للتو خرجت من مسألة من أزمة السابقة بكل تأكيد طيب دعني أنتقي إلى ضيفي هناك في بغداد ورحمة الكاتب والباحث السياسي سيد نجم القصار مرحبا بك سيد نجم يعني ربما تابعت كلمات رأسا الدول والوفود قبل قليل هنا في جدة المقترح الذي قدم من قبل دولة الرئيس الكاظمي بإنشاء بنك الشرق الأوسط لتنمية والتكامل بها الشراكة مع دول المجلس التعاون الخليجية وكذلك الأردن ومصر من أجل التنمية المستدامة ربما هذا أيضا كمقترح قدم من قبل العراق رافدا لما تم طرحه في هذه القمة وهي الأمن والتنمية بدلا تحية طيبة لك ولكل المشاهدات والمشاهدين الكرام يعني على ما يبدو السيد الكاظمي عندما ذهب إلى جدة معه كثير من المقترحات وكثير من المشاريع تصب في مصلحة العراق ومصلحة الدول التي سيتفق ويتعامل معها خصوصا طيلة السنوات الماضية وطيلة الحكومات السابقة لم تستطيع إعادة العراق إلى الحضن العربي أو الحضن الإقليمي بالتالي مثل هذه اللقاءات وهذه المؤتمرات وهذه القمة تصب في مصلحة الناس أي بين قوسيين المجتمع العراقي الذي بحاجة إلى الطاقة بحاجة إلى استثمار مثل هذا المقترح يعني بنك التنمية الذي سيشترك فيه الدول دول الخليج العربي وكذلك التعاون المشترك بين العراق وبين هذه الدول بالتأكيد ستسمح وتمنح فرص استثمارية لكثير من الشركات وكثير من البنوك التي تمتلك أسهم عالية للأموال وهذا ما جعل العراق اليوم هي دولة موثوقة عند الدول الأخرى خصوصا في فترة السيد الكاظمي الذي نجح نجاح يعترف به الخصم أو العدو أو المحب للسيد الكاظمي خصوصا على المستوى الخارجي عندما جعل قمة قمة بغداد وحضرة بها الرؤساء والزعماء والملوك أنا أعتقد هذه القمة هي بداية ناجحة وتغيير المسارات الخاطئة والعزلة التي تعرض لها العراق سواء هو ابتعد أم من عبعده بالتالي لا يسمح لأي دولة بتدخل الخارج وعندما تحدث به الملوك والرؤساء في هذه القمة طيب أيضا سيد نجم ربما شهادنا ليس فقط ربما وعود أو أحاديث ولكن تم ذلك على أرض الواقع حينما ليلة البارحة وقعت الاتفاقيات فيما بين الجانبين السعودي والعراقي بإيصال أو ربط الطاقة الكهربائية فيما بين السعودية والعراق نعم يعني أولا اليوم العراق بحاجة إلى تنويع بعض الاستيراد من هذه الدولة وتلك الدولة المشكلة التي واجهت العراق والعراقيين من 2003 إلى الآن وحتى 2003 قبلها مناسبة هي الطاقة الكهربائية قبل هذا العقد توقيع العقد ذهب الأمين العام لمجلس المبزراء دكتور حميد الغزي إلى الرياض وإلى المملكة العربية السعودية من أجل الاتفاق على ما سيجري توقيع اليوم خصوصا بعد الذهاب مع السيد الكاظمي ووزير الكهربائية بالتالي استيراد الطاقة الكهربائية بأسعار أرخص بكثير ما يستوردها سواء من هذه الدولة أو تلك الدولة بالتأكيد المشكلة المستعصية على كل الحكومات هي الطاقة الكهربائية بعد توفير الأمن والأمان وبعد القضاء على تنظيم داعش بكل صوري ومصادره وتوحيد المجتمع العراقي دينيا طائفيا سياسيا اجتماعيا وانسجمت دماء الشهداء من كل المكونات لمواجهة داعش لم يبقى شيء سواء الطاقة الكهربائية إذا استطاعت حكومة السيد الكاظمي توفير الطاقة الكهربائية أعتقد ستكون استثمارات وعمار كثير وكبير في كل المدن العراقية بكل تأكيد أختم معك سيد صالح الإشارة التي تحدث بها ولي العهد السعودي حول رفع الطاقة الانتاجية للمملكة العربية السعودية إلى 13 مليون برميل في اليوم رفع الطاقة الانتاجية ليس زيادة الانتاج لا يعني زيادة الانتاج وأن المملكة ستزيد الانتاج حاليا الآن ولكن هذه قدرات وإنما ستطور قدراتها وسبق أن صرح رئيس أرامكو في عام 21 بأن المملكة تدعى تسعى إلى زيادة قدراتها الانتاجية عام 27 إلى أن تصبح 13 مليون برميل يوميا إذن هناك فرق بين زيادة الانتاج أو زيادة القدرات على الانتاج التي تحتاج إلى وقت ربما هو إضاح فقط موقع المملكة العربية السعودية من هذا القطاع لها شكر لك أضيفي هنا في السوديو الكاتب والباحثة السياسية سيد صالح الزهراني وأيضا شكر يمتد إلى أضيفي هناك في البغداد كاتب والباحثة السياسية سيد نجم منقصاب كنتم أضيوفهم معي لهذه النافذة هنا من جدا